بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب الصف الرابع نكمل درسنا لهذا اليوم بسم الله فلنبدأ المرحلة الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لهذا اليوم ترشيد استهلاك الماء الجزء الثاني معكم المعلم ويئام عبد الرحمن ابو النجا ومعلم لغة الإشارة الأستاذ محمد ننتقل الآن ما زلنا في وحدة مهاراتي في الحياة في درس ترشيد استهلاك الماء ننتقل إلى أهداف الوحدة ككل يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة أولاً أن يحدد مفهوم بر الوالدين بصفة عامة ثانياً أن يقارن بين معاملة كل من الإخوة والأقارب ثالثاً أن يكتب توجيهات إيجابية في كيفية التعامل مع الخدم رابعاً أن يعلّل أهمية الترشيد في استهلاك المياه خامساً أن يستنبض بعض الأسباب المؤدية إلى تسرب المياه في المنزل سادساً أن يميز بين سلوكيات هدر الماء داخل المنزل وخارجه سابعاً أن يشرح أهمية الكهرباء في حياتنا اليومية ثامناً أن يقترح طرائق فعالة لترشيد الكهرباء داخل المنزل أخيراً أن يبتكر شعار يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء بالمجتمع ننتقل إلى أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من المتعلم في نهاية الدرس أولاً أن يستنتج طرق ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل ثانياً يفسر ما يحدث إذا أهدرنا المياه ثالثاً يميز بين سلوكيات هدر الماء داخل المنزل وخارجه رابعاً يقترح حلول لمعالجة مشكلة الإصراف في الماء ننتقل تعرفنا في درسنا السابق على بعض المفاهيم تعرفنا على مفهوم الترشيد وتعرفنا على مفهوم الهدر ماذا نقصد بالترشيد؟ بارك الله فيكم يا رابع هو الاستخدام الأمثل للموارد أيضاً تعرفنا على مفهوم الهدر ماذا نقصد بالهدر؟ بارك الله فيكم هو الإصراف وإضاعة الموارد المهمة ننتقل الآن أيضاً تعرفنا في درسنا السابق قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي والماء وأساس الحياة على كوكب الأرض حيث تحتاج إليه جميع الكائنات الحية بلا استثناء وبدونه لا توجد حياة للإنسان والحيوان والنبات أيضاً تعرفنا في درسنا السابق الفرق بين المياه الصالحة للشرب والمياه الغير صالحة للشرب مصادر المياه الصالحة للشرب مثل؟ بارك الله فيكم مياه البحيرات والأنهار والمياه الجوفية وهي مفيدة للجسم والمياه الغير صالحة للشرب مصادرها؟ بارك الله فيكم مياه البحار ومياه السيول وتستخدم في الريء أيضا تعرفنا على أوجه التشابه بينهما وهي كلاهما نفس التركيب الأساسي للماء أيضا تعرفنا في درسنا السابق على طرق ترشيد استهلاك الماء داخل المنسل ومنها طرق ترشيد استهلاك الماء بالنسبة لغسل الصحون باستخدام وعاء مملوء بالماء أو استخدام جهاز لغسل الصحون مرشد لاستهلاك الماء أيضا استخدام أدوات الترشيد أيضا استخدام طريقة الشاطف أيضا استخدام نفس أدوات المطبخ أيضا تعرفنا على طرق ترشيد استهلاك الماء داخل المنزل وهو غسل الفواكه والخضروات بإناء مملوء بالماء أيضا استخدام كوب الماء أثناء تنظيف الأسنان واستخدام أدوات ترشيد استهلاك الماء أيضا استخدام أدوات ترشيد الماء في كرسي الطارد لكيس الإزاحة أيضا تعرفنا على أدوات ترشيد استهلاك الماء هنا أداء لترشيد استهلاك الماء بالنسبة لصنبور المطبخ أيضاً مرشد الحنفيات أيضاً كيس الإزاحة الذي يوضع داخل صندوق الطرد أيضاً أقراص كشف التسرب تعرفنا عليها اليوم سوف نتعرف على طرق ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل طرق ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل نشاهدها سوياً من خلال هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ما هذا يا سارة؟ لماذا لم تغلق صنبور الماء؟ الماء كثير يا أمي لذلك لا مشكلة لا يا حبيبتي تبذل حكومتنا الرشيدة الغالي والنفيس من أجل توفير هذه المياه لذلك فإننا جميعاً مسؤولون عن ترشيد استهلاك الماء امتفالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عندما مر بسعد يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفل وضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار أعتذر يا أمي لم أكن أعرف ذلك لكن هل من ترائق لترشيد استهلاك الماء داخل المنزل؟ طبعاً يا ابنتي عند الاستحمام نقلل من استهلاك الماء وعند غسل الخضروات لا نبقي صنبور الماء يتدفق بل نمنأ الإناء بالماء ونغسل الفواكه عند تنظيف الأسنان لا نبقي صنبور الماء يتدفق منه الماء بل نستخدم كأس ماء للمضمضة كذلك نستخدم صندوق الطرد وهل من طرق لترشيد استهلاك الماء خارج المنزل؟ طبعاً يا حبيبتي عدم غسل السيارة بخرطوم المياه كذلك عدم غسل وتنظيف أرض المكان بخرطوم المياه كذلك ري المزروعات باستخدام إناء لا عن طريق خرطوم المياه قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ الحمد لله على نعمة الماء وإن شاء الله سأقوم بترشيد استهلاك الماء الماء يا عزيزاتي أساس الحياة هو ما أجمل منظر الأرض عندما يغطل المطر فتحيا بإذن الله وتتزين بأجمل النباتات والورود في منظر بديع يسر الناظرين تعرفنا من خلال هذا الفيديو طرق ترشيد استهلاك الماء داخل المنزل وخارج المنزل أيضا يشاهد سويا طرق ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل اقترح أكبر قدر ممكن من الحلول لمعالجة مشكلة الإسراف في الماء بالصور الآتية هنا لدينا صورة من صور الإسراف وهو غسل السيارات بالماء الجاري وبخرطوم الماء ما هو الحل برأيكم لترشيد استهلاك الماء أثناء تنظيف السيارة؟ بارك الله فيكم إجابات رائعة يمكننا تنظيف السيارة باستخدام وعاء مملوء بالماء أيضا استخدام بارك الله فيكم المناشف المبللة لتنظيف السيارة هنا لدينا أحد الحلول تنظيف السيارة بكمية مياه أقل وذلك عن طريق استخدام دلو الماء أو مسح السيارة بقطعة إسفنجية مبللة ندون الإجابة في الكتاب ننتقل الآن للمشكلة الثانية هنا تنظيف فناء المنزل الخارجي عن طريق استخدام الماء فيها هدر للماء عن طريق سكب الماء بكثرة هنا ما هو الحل برأيكم لترشيد استهلاكنا للماء عند تنظيف فناء المنزل؟ بارك الله فيكم إجابات رائعة الحل تنظيف فناء المنزل بسكب قليل من الماء ومسحه ننتقل للمشكلة الثالثة ري النباتات بالماء الجاري هنا مشكلة من المشكلات وفيها إصراف كثير للماء ما هي الطريقة برأيكم في ري النباتات لحل هذه المشكلة؟ بارك الله فيكم رائعين هو ري النباتات بواسطة عملية التقطير أو بالدلوء المخصص لري النباتات ننتقل الآن هل تعلم أن رقم هاتف طوارئ المياه في المملكة هو تسعة ثلاثة تسعة وتقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الخدمات الضرورية في مجال إصلاح الأعطال وغيرها الكثير من الخدمات الأخرى ننتقل الآن إلى نشاط رقم خمسة صفحة اثنان وخمسون تعاون مع زملائك في المجموعة باختيار المهمة المناسبة لك كتاب قارئ منظم للمهام مدير للوقت قائد لتنفيذ الآتي أولا ألف كتابة أسماء الصور الآتية في المربعات المقابلة ثم جمع أحرف المربعات المضللة حسب تسلسل الأرقام وإكمال شعار البرنامج هل تعرف إلى ما يرمز هذا الشعار؟ ب إضافة الصور المناسبة للشعار وتعليقه في فناء المدرسة نشاهد سويا لدينا الصورة الأولى صورة ماذا؟ بارك الله فيكم مكتب الصورة الثانية صورة لعبة مبدعين الصورة الثالثة صورة لقلم بارك الله فيكم الصورة الرابعة بارك الله فيكم طفاية الحريق الصورة الخامسة بارك الله فيكم وردة أخيراً سبورة نقوم بجمع الحروف في المربعات المضللة هنا لدينا حرف الكاف وحرف اللام وحرف القاف والطاء والراء والتاء المربوطة ندون الحياة في مبدعين بارك الله فيكم الحياة في كل قطرة ندون الإجابة بارك الله فيكم ننتقل الآن الحياة هنا صممنا شعار الحياة في كل قطرة ننتقل الآن إلى نشاط رقم 6 صفحة 53 دخلت دورة المياه في المدرسة فرأيت الصنبور مفتوحاً والماء ينزل منه بغزارة دون فائدة تألمت بالطبع لهذا المنظر دون اقتراحاتك لمعالجة هذه المشكلة مستعيناً بالمنظم التخطيق الآتي لدينا مشكلة خطوات نحو الحل والحل ما هي المشكلة برأيكم يا رابع بارك الله فيكم المشكلة هي هدر المياه وضياعه بارك الله فيكم خطوات نحو الحل مبدعين إجابات رائعة التفكير بطرق حفظ الماء من خلال استخدام مرشدات الماء الحل بارك الله فيكم مبدعين تركيب مرشد استهلاك مرشد الحنفيات ندون الإجابات صفحة 53 نأخذ دقيقة للتدوين ترجمة نانسي قنقر 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 انتهينا من تدوين الإجابات بارك الله فيكم ننتقل الآن أجيب عن ما يأتي صفحة 63 أكتب بطاقة توعية عن ترشيد استهلاك الماء إسهاما منك في تحقيق رؤية المملكة 20-30 لتحقيق استدامة الموارد المائية وعرضها في لوحة إعلانات المدرسة يمكنك مشاهدة الأفلام الوثائقية على الرابط الآتي هنا سوف نقوم بتصميم بطاقة توعوية لترشيد استهلاك الماء سوف نقوم بكتابة ورسم رسم حنفية للماء لشدة الانتباه نكتب هل جربت أن تبقى يوما بلا ماء المياه نعمة فلا تهدرها ننتقل الآن إلى السؤال الثالث صفحة 64 أنظر إلى الصورتين ثم قارن بينهما لدينا صورتين الصورة الأولى لشخص يقوم بعملية الوضوء والصورة الثانية أيضا شخص يقوم بعملية الوضوء ما هو الفرق بين هذه الصورتان؟ بارك الله فيكم الصورة الأولى الوضوء دون إغلاق صنبور الماء مما يسبب هدر لكمية كبيرة من الماء أما الصورة الثانية عند الوضوء نقوم بإغلاق صنبور الماء عند غسل كل جزء أثناء الوضوء أقوم بتدوين الإجابة صفحة 64 نأخذ دقيقتان لتدوين الإجابة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعد الأسماك وكون الكلمات ثم أكتب الجمل لدينا السمكات باللون الأحمر وباللون الأزرق باللون الأحمر لدينا الألف، مد الألف، والهمزة، واللام، والميم باللون الأزرق لدينا حرف الثاء والواو والراء والتاء المربوطة نكون من اللون الأحمر كلمة بارك الله فيكم الماء باللون الأزرق ثروة بارك الله فيكم فتصبح الكلمة الجملة هي الماء ثروة نقوم بتدوين الإجابة صفحة 65 ننتقل الآن إلى البطاقات الملونة نبدأ بالبطاقة الزرقاء هنا لدينا صورة هل فيها نقوم باستهلاك الماء؟ بترشيد استهلاك الماء عفوا؟ بالطبع لا، يستخدم الماء الجاري في تنظيف المنزل وهذا إسراف في الماء فهنا تصرف خاطئ ننتقل للبطاقة الخضراء لدينا طفل يقوم بتنظيف الأسنان عن طريق فتح الماء الجاري هل هو تصرف صحيح؟ وفيه ترشيد لاستهلاك الماء؟ بالطبع لا، لا يوجد فيه أي ترشيد لاستهلاك الماء تصرف خاطئ ننتقل للبطاقة الصفراء هنا لدينا أم تقوم بتنظيف الفواكه والخضار عن طريق إناء مملوء بالماء هل هو تصرف صحيح ويدل على ترشيد استهلاك الماء؟ بالطبع نعم، يدل على ترشيد استهلاك الماء بارك الله فيكم ننتقل إلى البطاقة الحمراء هنا لدينا شخص يقوم بتنظيف السيارة عن طريق ملوء بالماء هل هو سلوك جيد وفيه ترشيد لاستهلاك الماء؟ بالطبع نعم، سلوك جيد ويدل على ترشيد لاستهلاك الماء ننتقل الآن للبطاقة البيضاء هنا لدينا أم تقوم بتنظيف الفواكه والخضار عن طريق الماء الجاري وفتح الصنبور هل هو سلوك يعد من سلوكيات ترشيد استهلاك الماء؟ بالطبع لا يوجد فيه أي ترشيد لاستهلاك الماء انتهينا من البطاقات ننتقل الآن حققنا في نهاية درسنا لهذا اليوم جميع الأهداف استنتجنا طرق ترشيد استهلاك الماء خارج المنزل أيضا فسرنا ما يحدث عند هدرنا للماء أيضا ميزنا بين سلوكيات هدر الماء داخل المنزل وخارجها أيضا اقترحنا حلول فعالة لمعالجة مشكلة الإصراف في الماء وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بإجاباتكم الرائعة ألقاكم قريبا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر